حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أحبتي في الله هناك من أنكر المرور على الصراط يوم القيامة وهناك من ادعى أنه ليس هناك صراط أصلا يوم القيامة بل هو الطريق واستدل على ذلك بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم فمن غير المعقول كما يقولون أن الإنسان يدعو أن يهديه الله الصراط يوم القيامة فالآية تدل على أن الصراط هو في الدنيا وهو الطريق المستقيم وهو الطريق الله سبحانه وتعالى أي اتباع تعاليم الله طيب هناك آية في القرآن الله تعالى يقول فاهدوهم إلى صراط الجحيم إذن هناك صراط يؤدي بك إلى الجحيم غير مستقيم طيب آيات القرآن الحقيقة يعني يمكن أن تفسرها تفسر كلمة الصراط على أنها الطريق المستقيم ولكن نحن نعلم أيها الأحبة أن نبيا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت وحيين الوحي الأول هو القرآن كلام الله تبارك وتعالى والوحي الثاني هو السنة المطهرة وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فأقوال النبي ليست من تلقاء نفسه طيب يقول قائل ما هو دليلك العلم على ذلك؟ ما هو الدليل العلمي على وجود الصراط؟ يعني هذا السؤال مشروع أحبة في الله بخاصة أننا في عصر التشكيك وعصر كل واحد يفسر كما يشاء دون أي ضوابط دون أي إخلاص دون أي معرفة يفسر كما يشاء طيب النبي عليه الصلاة والسلام أودع الله في كلامه معجزات تثبت لنا في هذا العصر أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي له أحاديث يتحدث بها فيها عن الصراط والمرور على الصراط يوم القيامة وهناك صفات لهذا الصراط إما أن يؤدي بك إلى نار جهنم ولا ياذ بالله نسأل الله أن يعيذنا ويقينا هذه النار أو يؤدي بك إلى جنة عرضها السموة والأرض نسأل الله أن نكون منهم طيب ما هو الدليل ما هو الدليل العلمي على أن هذا الوجود على أن الصراط موجود هناك حديث أيها الأحبة وهو مناسبة هذا الفيديو حديث نبوي عظيم يتحدث عن المرور على الصراط يوم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين مجموعة في أصحابه كما روى الإمام مسلم رحمه الله فبدأ يحدثهم عن علامات الساعة أو بمعنى أدق عن أحداث الساعة الأحداث التي يشهدها الإنسان يوم القيامة فقال لهم طبعا بعدما تحدث عن الصراط والأمانة قال فيمر أولكم كالبرق على الصراط الحديث حول الصراط يوم القيامة هنا سيدنا أبو هريرة حسب ثقافة عصره كان الناس يظنون أن البرق يسير بلمح البصر وهذا الشيء مشروع سؤال مشروع قال بأبي أنت وأمي وأي شيء كمر البرق يعني يا رسول الله نحن نعلم أن البرق ليس له سرعة سرعته متناهية في الكبر يعني بلمح البصر فكيف الإنسان يمر بسرعة البرق فيمر أولكم كالبرق هنا تأتي المعجزة أيها الأحبة التي تثبت وجود الصراط تثبت لنا اليوم أن الصراط موجود قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين كلمات قليلة ولكن هذا الحديث لم نتمكن من فهمه إلا بعد عام الفين حقيقة يعني يعني بعد أربعة عشر قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث عام الفين اخترع العلماء كاميرات رقمية متطورة جدا تستطيع التقاط آلاف الصور في الثانية الواحدة وبدقة عالية جدا فبدأ بعض العلماء باستخدام هذه الكاميرات لتصوير ظاهرة البرق وعندما نصور هذه الظاهرة وبطأ الصورة مئات المرات ما الذي حدث تبين أن ومضة البرق لا تحدث هكذا بلمح البصر بل هناك شعاع ينزل من الغيمة هكذا ويتفرع ويخطو ويمر خطوات سريعة جدا لا ينكر رؤيتها بالعين ولكن الكاميرا السريعة لتقطتها طبعا هنا أيها الأحبة عندما حاول العلماء معرفة سر حدوث البرق تبين أن البرق لا يحدث إلا إذا نزل هذا الشعاع من الغيمة باتجاه الأرض وفوق عشرات الأمتار على الأرض هناك شحنات موجبة عكس الشحنات التي تنزل من الغيمة وهي سالبة وأحيانا يكون العكس غالبا ما تنزل هذه الشحنة السالبة على شكل شعاع لا يرى بالعين وعندما تصطدم مع الشحنة الموجبة يحدث تحدث الشرارة كهربائية عنيفة وترجع هذه الشرارة إلى السماء اتجاه الغيمة إذن هناك مرور ورجوع إذا نزل الشعاع البرق ولم يصادف لم يصادف شحنة معاكسة له لا نرى هذا الشعاع ولا يستمر ولا يحدث البرق أصلاً فحتى يحدث البرق يجب أن يسير هذا الشعاع بسرعة هائلة ويصطدم مع شعاع معاكس له شحنة معاكسة له على الأرض وتتشكل هذه الومضة التي تسير بسرعة هائلة جداً أكثر من 27 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة 27 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة تصوروا أحبتي في الله طيب هذه المعلومة لم يكن أحد يعلمها زمن النبي كيف عرف أن البرق له سرعة هذا سؤال أنا أسأل من يشكك بالصراط لأن الله عز وجل أنطق حبيبنا عندما ربط بين الصراط وبين المعجزة العلمية ربط بين الصراط وبين البرق فعندما اكتشفنا اليوم بالفعل أن البرق له سرعة وأن البرق بالفعل يمر ويرجع والأخطر من ذلك أن زمن ومضت البرق قريب جداً من زمن طرفة العين ويساويها في بعض الحالات طبعاً طرفة العين تختلف حسب العمر والسن والجنس والحالة النفسية والحالة المرضية تختلف ولكن تقدر بعشرات الملة الثانية عشرات الأجزاء من الألف من الثانية لا ندركها نحن ومضة البرق زمنها أيضاً يقاس بعشرات الأجزاء من الملة الثانية وتختلف من ومضة لأخرى حسب ارتفاع الغيمة وحسب درجة الحرارة وحسب قوة الشعاع وحسب كمية الشحنات الكهربائية سواء على الأرض أو في الغيمة هناك عوامل عديدة تجعل ومضة البرق زمنها ليس ثابتاً ولكن يقدر بعشرات الأجزاء من الألف من الثانية تماماً نفس بقياس زمن طرفة العين طيب بالله عليكم أنا أحب أن أسأل هؤلاء الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن المرور على الصراط طيب عندما قال فيمر أولكم كالبرق ماذا يعني بذلك يعني أن البرق له سرعة وأن المؤمن الأكثر إيماناً أولكم طبعاً أكثر تقوى وأكثر إيماناً وأكثر إحساناً هذا الإنسان المؤمن يمر بسرعة البرق لا يكاد يشعر بشيء المرور على الصراط بالنسبة للمؤمن كلمح البصر تقريباً سبحان الله بالنسبة للكافر تجد أنه يحبو حبواً لا يستطيع أن يمشي حتى بطيء جداً ويمكن أن أن يبقى سنوات طويلة ثم يهوي به هذا الصراط في نار جهنم ولا ياذب الله لذلك أيها الأحبة نصيحة نصيحة من أخ محب لكم لا تنكروا حديثاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتأكد منه مئة بالمئة وقبل أن تكتشف الحقائق العلمية التي يحويها لأنني أنا أعتقد وهذه قناعة شخصية أنا أعتقد بها جازماً أن كل كلمة نطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد أن نجد فيها إعجازاً علمياً كل كلمة بلا استثناء أنا هذا اعتقادي تماماً مثل القرآن القرآن في كل آية هناك معجزة إما طبية أو فلكية أو في مجال البحار أو في مجال المياه أو في مجال الجولوجيا أو في مجال علم النفس أو في مجال البلاغة أو في مجال لغة الأرقام لابد أن تجد إعجازاً من نوع ما كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نجد فيه إعجازاً لذلك عندما يحدثنا عن الصراط معنى ذلك أن هذا النبي صادق وأن الله ألهمه أن يربط بين الصراط وبين البرق فيمر أولكم كالبرق وألهم سيدنا أبا هريرة أن يسأله وأي شيء كمر البرق يا رسول الله بأبي أنت وأمي وألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين معنى أنهم لم يكونوا يروا هذه الظاهرة المرور والرجوع ولكن لماذا قال ألم تروا هذه النبوءة مستقبلية من النبي أنه سيأتي زمن وسوف ترون مرور ورجوع البرق واليوم نراه بأفلام الفيديو أيها الأحبة والله أيها الأحبة مثل هذه الأحاديث أنا شخصيا تزيدني حبا لهذا النبي الكريم تزيدني احتراما لهذا النبي الرحيم الذي كان حريصا علينا حذرنا من المهالك حذرنا من الشر ودلنا على طريق الخير لذلك أنا أحب أن أختم هذا اللقاء بآية تمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نوفي هذا النبي حقه إلا إذا قلنا كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق